مشاهدي مثل الكل أهلا بكم وصلتم معنا إلى استوديو القاهرة ونحن معكم اليوم جميعا نتحدث عن الذكاء الاصطناعي وخلينا النهاردة من القاهرة محاور أيضا تضيف لهذا الموضوع أتمنى أنها تكون محاور إضافية أيضا حتى تنير الطريق قدما نستخدم الذكاء الاصطناعي معي في القاهرة المهندس محمد النواوي الباحث التكنولوجي والمدون التقنيم سائل خير مهندس محمد أهلا بحضرتك الذكاء الاصطناعي بفكرني يعني وأنا بتكلم مع حضرتك كده حس أنه بعد كم سنة هيكون ده الناس حتى بتضحك على هذه اللقاءات اللي هو لسه بنتعرف عليه فدلوقتي خلينا نقول يعني أنا عايزة من البداية بدأت الاستخدامات الفردية للأسف يعني أنا كنت أتمنى أنه نبدأ بالعلم ونطبق لكن الحقيقة اللي هي شهوة الجديد وشهوة أنه استخدمه استخدامات فردية انتشرت بشكل كبير في العالم وعملت كده للذكاء الاصطناعي عملت له يعني السمعة يعني مش جيدة يعني فما بقتش الناس فهم ما هو مفيد ولا غير مفيد الزكاء الاصطناعي هو جزء من التكنولوجيا في كل شيء سواء في تكنولوجيا الاتصالات في الحروب في تكنولوجيا المعلومات وأصبح شيء موجود على عرض الواقع الناس لازم تتقبلوا تعرف إيه المساوق بتاعته مش شرط عشان أنا باستخدمه في شيء كويس أبقى ما عنديش فكرة إيه الوحش اللي بيتعمل بيه لازم أحمي نفسي من الوحش وأستخدم الشيء في الكويس يعني احنا دلوقتي في الجيل الثالث من الزكاء الاصطناعي الزكاء الاصطناعي معلومة كثير من ناس متعرفش قوي عنها هو من السبعينات من القرن الماضي وهو بيتم التجهيز والاستعداد ليه بينتقل لدرجات يمكن قعد تلاتين سنة في أول فترة من التجربة ولكن في خلال العشرين سنة في الألفية الجديدة في خلال العشرين للسنة دي تطور مرتين بشكل كبير وأتوقع عن الفترة اللي جاية حيتطور بشكل أسرع كل سنة طيب خلينا نبدأ من الذكاء الاصطناعي المنتشر يعني خلينا نقول إنه بدأ انتشاره في المجالات الفنية مثلا إنه أستخدم صوت مشهور جدا وأركب عليه أغاني لا طليق به فبالتالي بقى عامل حاجة زي المسخ أو إن الناس تبدأ مثلا تتعامل مع تشال جي بي تي أو إنه هما يدخلوا مقال معين أو يذكروا أو يغشوا يعني الحقيقة الاستخدامات رغم إنه هو خلقه لكي يخدم الإنسانية نظبوط مش علشان يغشش الإنسانية نظبوط من الذكاء الاصطناعي فعلا قبح إن أنا أجيب أنا بقتل الموهبة لما أجيب مطرب قديم هو مطرب توفاه الله وأجي أركب عليه أغني المطرب جديد ما كل واحد ليه لونه ليه شكله كده لكن أقدر أقول الذكاء الاصطناعي كويس لو أنا عندي مثلا فكرة شغل اللي أنا عاوز أعملها ومش قادر أوصله وفي نفس الوقت مش قادر أدفع لمكتب استشاري فأشتري نسخة وأدفع مبلغ قلالي يديني أفكار مشروعات أفكار مواضية عايز أتكلم فيها هنا أنا استخدامين بعاد عن بعادة جدا تمام الذكاء الاصطناعي درجات فيه ذكاء الاصطناعي بيستخدمه في الفلاتر اللي الناس بتعمل ما بيجمل بيشيل حاجة ودي حاجة معروفة للناس كلها ده نوع ويعتبر النوع الأقل قوي فيه نوع تاني بيستخدم في الحياة اليومية زي الزكاء الاصطناعي للأشياء ده بيسمى الزكاء الاصطناعي للأشياء علشان هو بيخلي مثلا الحاجة لحريبة السردينية وأولها مثلا الموبايل بيبدأ يعرف حضرتك وقت نومك إمتى وقت صحيانك إمتى البطارية ممكن بتستهلك في أكتر وقت إيه بيبدأ يقسم فايلاته من جوا على تقسيمة حضرتك وتلاقي إن الموضوع بقى سهل الدرجة الثالثة إنه بقى يستخدم في العمليات الطبية عن طريق إن روبوت بيغزة في دكتور في ألمانيا وده كان في معرض برلين الأخير فيه كان شخص يعني موجود والفيديو موصق إن الشخص ده الدكتور بيعمل عملية الواحد في دولة تانية عن طريق إنه هو الروبوت بيقول بيمسك بيه أدوات العملية وبيعمل هنا أصبح الزكاة الاصطناعي عن بعض عن بعض يعني يقدر يعمل جراحة كاملة عن بعض تمام لأنه هو كل القصة بس ما فيش دقة الإنسان ما هو البعد ده لازم يكون سنتي فوق سنتي تحت ما هو من اللي بيعملها هو الإنسان هو الإنسان اللي بيعملها لا أنا أقصد الدكتور قاعد قدام شاشة وده بيتم حاليا وقدامه بس هو بيحاكي الدكتور في إيه الدكتور عاوز يمسك المص فالروبوت بيتحرك هو الدكتور هو الروح اللي بوجه الروبوت تمام الروبوت ما هو إلا أداء وهو ده اللي أنا أقصده بالزكاة الاصطناعية السليم اللي حيدينا نتاج عظيمة أنقص حياة بني آدم وما خليهش الدكتور يسافر من دولة لدولة بالزبط سرعا خليني طيب نتكلم في شوية أمثلة إيجابية تساعد الناس أنا مثلا طالبة يعني طالبة في المدرسة إزاي ممكن أنا أستفيد وأنا طالبة من الزكاة الاصطناعية بشكل بسيط جدا الزكاة الاصطناعية أنا ممكن أكون بدرس في مجال العلوم تمام حبق أغازي الزكاة الاصطناعية ده مجال دراستي بالكلية اللي أنا فيها إيه أشهر حاجات موجودة في المجال بتاعي أكتر حاجات غريبة إيه الأسئلة الشائعة إيه كل الحاجات ده من الدخول على عدد من المواقع الخاصة بالزكاة الاصطناعية مظبوط اللي ممكن تبقى تعملي فايلات مظبوط أنا عندي روح مش عارفة أسل نفسي إزاي يومي أقدر أغازي الزكاة الاصطناعية كأنه مساعد أو صديق لطيف أنا يومي فيه كذا ساعة ممكن أعمل إيه فممكن يسعيد بالزبط طيب أنا أنا باحث يعني عالم باحث بعمل رسالة دكتوراه إزاي أقدر أستفيد مثلا لو أنا عايز أنا مثلا من الشرق الأوسط وعايز أعمل دكتوراه تنتشر في العالم الغربي إزاي أقدر أستفيد ببحوث موجودة في أمريكا موجودة في أوروبا وبالتالي أنا موجودة في الشرق الأوسط تمام بقدر أدخل ببساطة جدا على البوت بتاعي في مواقع الزكاة الاصطناعية كتير جدا لموجودة وببدأ أغازيب المعلومات دي وأقول له الدول اللي أنا بستهدفها ومش بس كده ده أنا هقول لو أنا عايز أوصل كمان المحتوى بتاعي أو الرسالة بتاعتي أقدر برد أستخدم الزكاة الاصطناعي بيقول لي مين الدول اللي بتهتم بالعلم بتاعي مهما فيش دولة بتهتم كل حاجة في دول صناعية في دول سياسية أو السوق بتاع الرسالة بتاعتي أفضل حاجة ودي برضو يعني جنب الباحث اللي يقدر يدخل يعرف مجالاته وأنه هو يقدر يعمل انتشار كبير عن طريق الزكاة الاصطناعي نقدر نقدر جنبها حاجة بسيطة جدا لو رجعنا بالتاريخ السوشيال ميديا مثلا والزكاة الاصطناعي كجزء لا يتجزع عن بعضه خرج ناس ممتازة فنانين وخرج يعني فيه ناس استغلته صح وعملت محتوى سليم وفنانين عظماء دلوقتي كانت بدايتهم من السوشيال ميديا ناس كتير استغلت الزكاة الاصطناعي هول حريك الزكاة الاصطناعي هو ما يقارب ليه كان فيه احد الموزعين اللطاف جدا بقى فنان دلوقتي عمل شخصية هي من شخصيته الحقيقية وقدر يوصل من خلالها للناس ثم بعد كده بقى فنان من اعظم الفنانين الموجود ابو حفيظ بالزبط كده طبعا الفنان عظيم يعني نفس الفكرة الزكاة الاصطناعي هو زكاة الفطري خلاه عرف عمل زكاة اصطناعي انساني فعلا هو فيه ناس في البداية كانت مش عارفة هل ده حقيقي مين هل ده شخص بجد ما هي عاملة زي كل الفنانين دكتور بيجو سامير غانا معامل شخصيات زي يدي هم استخدام فطوطة هم استخدام فطوطة اصطناعي جدا هو نفس الفكرة بس هو دلوقتي بدل ما بقى كان عندنا عبقرة زي أستاذ سامير غانا ما يرحمه او زي أستاذ أكرم الفكرة كلها ان الزكاة الاصطناعي بيوظفك انت ممكن تروح فين مناسب للي حواليك طيب خلينا نكلم على مستوى الدق انا برضو نفس الدكتور اللي يعني مسؤول عن رسالة الدكتوراه او ماجستير او غيرها او انا مدرس مسؤول عن تصحيح للطلبة وخلاص الطلبة بيستعمله الذكاء الاصطناعي امتى اقدر اعرف انه هذا الباحث لم يستخدم مجهوده استخدم الذكاء الاصطناعي من خلال مقالات ومواقع وامتى اقدر اعرف انه الطالب ده مجرد انه طالب شاطر يدخل على السوشيال ميديا على الانترنت ويبقى عنده يعني ويستخدمها من غير ما يذاكر او يفكر حد هقول لحضرتك وامضيف عليها جزء اللي بعد يزنى حقيقي انه هو الجزء لو انا شفت فيديو لمحمد بيتكلم في كلام انا مش عارف ان هو ليصدر من هذا الشخص ازاي برضو كمان اقدر اعرف ان الفيديو ده تم تصنيعه او تم استخدام الذكاء الاصطناعي فيه او اي حاجة ولا ده فيديو حقيقي يطالع عن طريق محمد شخصيه اه اللي هو دخل المونتاج اتعمله ايديت اللطيف اللي هم عملوا زي معاهدة كده بعد ما ولد صيني يعرف الصينيين حقيقوا زكاؤهم طبع لجي زميل لي في احد الجماعات في استراليا تفوقوا عليه هو عارف انه مستوى زكاء وشغله اقوى فهو زميله دول ما كانوش بيذكروا رح عامل حاجة ودي كانت بداية انطلاقه اسمها زيرو جي بي تي زيرو جي بي تي اللي هو عمل حاجة تكشف فيه حاجة اسمها الكوديكس او الكودينج او بداية انشاء الملف اي اول حاجة زي ما حقيت بي عندك فيديو على الموبايل وانت تم انشاءه يوم كذا فعمل زي العلامة المائية انت حتشوف الفيديو ده ماز اول مصدر طلع لي فين فيديو اللي انت بتشوفه الفيك مش الاصلي اه فلاقيته اول مصدر طلع من أب يبه هو ما بذلش مرحب هو حيقول جاي من شات جي بي تي حتى هو راح قدم للدكتور ما يسبب ذلك وانت عقدت مع شركة وعملوا افليكيشن جديد اسمه زيرو جي بي تي واصبح الافليكيشن ده بيكشف اي حاجة معمولة بالزكاة الاصطناعي او بالمجهود الفردي او بالشخصنا طيب خليني اتكلم على مستوى الدول وخليني اتكلم هنا عن مصر احنا بنزيع على اربع دول عربية خليني لو اقولت وانا موجودة دلوقتي في القاهرة ما هي الاستخدامات الخاصة بمصر قدرت تعمل ده وقدرت تستفيد قد ايه من الزكاة الاصطناعي والمستقبل رايح فين الدولة توجهت للجزء ده بشكل كبير قوي يمكن الناس ما بتلمسش ده لان الناس لسا مش مستوعبة الموضوع لكن هو دي نقطة مهمة جدا الناس ازم تفهمها ان الزكاة الاصطناعي ده بيوفر على الدول فلوس كثير جدا يعني الزكاة الاصطناعي اللي واستخدمته الدول صح بيوفر محروقات بيوفر في الطاقة بيوفر في الفلوس اللي بتتصرف انا كدولة النهاردة عندي مواطنين لما حطت الداتا بتاعت المواطنين دي ابدأ كدولة استخدم الزكاة الاصطناعي ان انا اعمل سحابة اخزن عليها معلومات المواطنين احسن ما كان عندي الاف المباني بس عشان فيها شوية ورق جديدة فيها كل ذات الوز بالضبط والدولة اطلقت فعلا امر صناعي ده يعني الناس لو مش فهمها المواطنين اشرحوا ببساطة جدا هو الهارد ديسك بتاع موبايل انت جاي بموبايل بذاكرة معينة ولكن في امر صناعي وحطتها في مكان ما موجود في الهواء بيسموها السحابة الهوائية السحابة الهوائية دي موجودة في كل شركات الاتصالات المتطورة جدا فاصبحت المعلومات غير معرضة للحرق وبيبقى فيه كوبيز منها وبيبقى فيه اكتر من نسخة غير معرضة لانها تتاخد او حد يلعب فيها ولا يزور رقم يعني لا يهجب عليها معلومة صحيح ده بيخلي الناس والدولة عايزة تتطور للزكاة الاصطناعية يحصل ايه بقى؟ ان بعد كده في الحوادث واحد واقع في الشارع انا لو عندي الاتا بتاعته وفاصيلة دم وهو ما بيتكلمش عن طريق الزكاة الاصطناعي انه هو بياناته مخزنة مجرد ما بتاخد بصمة الوش وده اللي ابتدى دلوقتي بمموض تقدر تقول موقعه فيه تقدر تقول موقعه فيه وتقدر تتعرف فاصيلة دم وهيطلع لك الفايل بتاعه كاسعاف ده بيعاني من مرض السكر ده بيعاني من مرض الضغط فما تدلوش حاجة مش مناسبة للسكر وده الدولة طبقيته فيه كان اخر مؤتمر اتصالات تتعمل او معرض الاتصالات مصر بالمناسبة عندها اكبر معرض الاتصالات بتاعمل الشرق الاوسط تاعمل شهر 12 وعلى طول طبعا بحضر طيب انا عشان ما ياخدناش الحديث حرجع تاني لمصر عندها اكبر معرض الاتصالات موجود وايضا يعني نقدر نقول مثلا خيرا ندي مثلا على العاصمة الادارية هو ده بقى لو كنت على حدر شفنا مدينة زكية كاملة لما روحت حضرت المعرض ده كانت مدينة زكية كاملة اولا شوفي حاجة بقى فوايد الزكاة الاستماعية والليجابيات اللي ممكن توضح ايه الزكاة الاستماعية ده هيدخل فين اول حاجة اي شخص مجرم هيدخل لهذه المدينة الزكية عن طريق وشه من دخوله الكاميرات لو لو قطته هيبان على شاشة الامن ان الشخص ده عنده صوابق جنائية كذا وضعه كذا خلاص البصمة جابت البيانات كلها فانت دهونت انك عايش امان 100% نمرة 2 الباسكتس اللي بتريمي فيها اي حاجة لو لقدر الاطل ما فيها احنا اياما بيوت اتحرقت بالسبب ده مع درجة معينة من الحرارة بتبعت رسالة للمطافي عشان المطافي درجة تتحرك غير نظام الاتفاق الزاتي وكل ده زكاء اصطناعي صحيح مش اجهزة مراقبة حريق لانه مربوط ببعضه ده سيستم هستأذن مخرجي في اسئلة سريعة جدا مش هتاخد اكتر من دقيقة في ردة حضرتك عليها هل الزكاء الاصطناعي ممكن يضر الفن؟ آه هل الزكاء الاصطناعي ممكن يضر الطلبة؟ آه هل الزكاء الاصطناعي ممكن يكون مفيد للطلبة؟ جدا هل الزكاء الاصطناعي ممكن يكون سهل جدا باننا يعني يبقى فيه تبادل تجاري بيني وبين الدول؟ طبعا هل ممكن يكون مدر في معلومات الدول؟ جدا جدا هل الزكاء الاصطناعي محتاج تعاليم علي المستوى؟ لا خالص بس لازم نبدأ بسرعة مين اعلى دولة في الزكاء الاصطناعي الآن؟ اعلى دولة حاليا في الزكاء الاصطناعي الصين مين اكتر دولة اللي من تسمع عن الزكاء الاصطناعي وموجودة على الخريطة العالمية؟ مفيش دولة دلوقتي مبقاتش بتتعامل بالزكاء الاصطناعي اللي أسر مصر على خريطة الزكاء الاصطناعي بشكل قوي جدا قوي دولنا العربية الأردن فلسطين العراق يعني وضعوهم ازاي على الزكاء الاصطناعي كويس جدا وقدرين يستخدموا الزكاء الاصطناعي صحا عندهم برضو بعض الدفاكت زي عندنا في مصر وبعض الشباب اللي بيستخدموا الحاجات غلط لكن في ناس قدرت توظفها بشكل كامل والأردن من الدول القوي جدا هل ممكن أنا ومزعية الأربعة لكل الدول يبقى عندنا الصفحة خاصة على الزكاء الاصطناعي دون تدخل المخرج؟ اه طبعا ممكن مهندس محمد النواوي أنا بشكرك شكرا جزيلا واتمنى ان احنا نلتقي لانه الموضوع لم ينتهي هو موضوع مستمر بشكرك شكرا جزيلا نورتنا فقار